السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلى حشية فكرة العمران المستشفى ككل تقييد دين المقريزي في خطه ان اول بامارستان بامارستان عمستشفى كما في العالم الاسلامي كان في مدينة الدمشق ضررن الخليفة الأموية الوليد بن عبد الملك عام 88 هجريا سنة 707 ميلاديا وان هذا الخليفة وضبت فيها الاطباء واجرى عليه من ارطاق رتبات كما امر بحفظ المكزومين فيه لقل لا يخرجوا واجرى عليه معالى العميان والمقعدين الأرزاق فيه مبلغ شهري بالدفع للعيان اللي مش قادر يشترك ويروي التوريه في تاريخه ان الوليد اعطى لكل مقعد خادما ولكل ضرورة قائد بياخد مرتبات من بيت المال واقترنا المسلمون بالمستشفى حتى كان هناك في قرطبة 50 مستشفى وكان هناك مستشفيات للجزاء مخصصة لها ومكازالك للمجانين ومستشفيات متنقلة اللي هي القواتل التبية الدكتور ماكس بيقول ان المستشفيات العربية ونزل مصحة في البلاد الإسلامية القادرة لا تركي علينا الان درسا قاسيا مررا لان اقدره حق قدري الا بعد القيام بمقارنة بسيطة مع مستشفيات اوروبا في ذلك الزمن نفسه مرة اكثر من ثلاثة كورون على اوروبا واعتبارا من زماننا هذا قبل ان تعرف المستشفيات العامة معنى ولان بالغ اذا كنا بعناه في القرن الثامن عشر سنة 1710 والمرضى يعلقونها في بيوتهم او في دور خاصة كانت المستشفيات الاوروبية قبلها عبارة عن دور عقص هو حسين او ما هو لمن لا ما هو لديه مرضى كانوا ام عجزين كان هناك منية مارض حتى ياتف ممتشفى ويستمتى بجمالها وطيبة المسكة والمأكل والعلاج المكاني وكان الممارض يستطاع في ثلاثة ايام ثم يسعى في اعطاء وظيفة كان هناك تتظاهر بالمرض عشان يدخل المسكة فكانوا يبعرفين انه هو مش مريض بس يعادل ثلاثة ايام وبعد كده يحاولوا يدير وظيفة وكان المريض يسلم ملابسه عند الدخوله واستلم ملابس جديدة حتى لا يتنقل العدوى واستلم ملابس وعندها فروق جالوا الفترة دي في اوروبا كانوا يعتقدوا ان المرض تشفى منها لو درت انقلها لحد اخر يعني لو جالك مثل المرض زي مرض الجوتاب ترد تلمس الناس اللي في الشارع بحيس ان المرض ده يمشي من عندك ويروح عند البقى مكان المستشفى كان يفطار بعناية لنسب المرضى وساعد على الشفاء ويحتوي على صدرية المستشفى عرف ابو العباس القلقشان دي على شكل تالي هي خزان المعبر عنه في زمننا زمن القلقشان دي بشارة بخانة وكان فيها من انواع الاشرقة والمعاجين النفيسة والمربيات التاخرة واصناف الادوية والعطريات الفائقة التي لا توجد الا فيها وفيها من الالات النفيسة والانية الصيني من الزبادي والبراني والاضيار ما لا يفعل عليه غير الملوك وقالت زجريت يونكا ان كل مستشفى مع معافية من ترتيبات ومختبر وكل صدرية ومستوضع ادواء في ايامنا هذه انما هي في حقيقة الامر نصب تسكارية لعبقرية العربية كما ان كل حبة من حبوب الدواء مذهبة او مسكرة انما هي كذلك تسكار صغير مظاهر ويذكرونها باثنين من اعظم اطباء العرب ومعلمين بلاد الغرب ما اكتبت المستشفى كان سلطان نور الدين محمود بن تنكي قد وقف على مارستان المستشفى النوري جملة كبيرة من كتب الطبية وكانت في الخرستانين الخزانتين اللذين في صدر اليواني ما اكتبت المستشفى ابن تولوم بالكهرة كانت تضم بين جنباتها اقصى من مئة الف اكتب وكان الاطباعة لصوء عالي من المهرة وكانت طبيب الأستاذ يمر كل يوم معه طلاب الطب يعالج ويعلم تكون المستشفى همكة ان هذه السمعة الوطيدة التي تمتع بها بقى العرب في ارجاع الدنيا قاطبة كانت تعتمد على تضلع كبير رباع طويل في العلوم والخبرة والانتحانات القاسية وكان وجدت في المستشفىات معاني البحسية وعندما جاء المسلمون ومنطلق اعمار ارض وصحابة بدل ارناها المسلمون في تحويل كل النظرية الصحيحة اللي عمل مفيد يتحقق منه الخير للناس او كان من امثلة ذلك مقام بها اولاد موسى بن شاكر من اختراع لآلات الرأي وآلات رفع الماء لعالج الجبال وكذلك اختراع الساعات الدقيقة ومهتمدين في ذلك على النظريات قديمة ضفوا الى نظريات استحدثوها جعلتهم في النهاية نفعونا باقتمعيهم بل والانسانية كلها بدلا من الاعتكاف للتفكير فقط كذلك فعلة الزهروي فاخترى عددا هائلا من الآلات الجراحية وكان على سبيل المثال نعلم نظريا ان الدواء اذا اختلطة بالدم البشرة فانها يحدث اخرى اسرع فهد لذلك الاختراعي حقنة لقد يصل فعلا من الدواء اللي بدن مصورة اسرع وكذا وكذلك فعلة من البيطار عندما ادخل اقصر من السامنة الدواء المفيدة لساحة في التب وفي كتب لو حد عايز يزيحر اكتر تاريخ البيمارستانات في الاسلام لحما ليسا وكثة العلوم التبية في الحضارة الاسلامية للدكتور الرغيب السرجاني